تنفذ الدولة خطة إصلاحية هيكلية تشمل قطاعات اقتصادية عدة ومن أبرزها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول. هذا وأصفر المشروع عن توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية والمساهمة الإيجابية في إرادات الموازنة العامة للدولة. خطة إصلاحية شاملة عمدت على تنفيذها الدولة بهدف تطوير وتحديث قطاع البترول وهو المشروع الذي ساهم بدور كبير في النجاحات التي تم تحقيقها في جميع أنشطة الصناعة البترولية المصرية خلال الفترة الماضية والتي يأتي على رأسها تحسن الإنتاج. في عام 2016 تم إطلاق مشروع التطوير وتحديث قطاع البترول الذي شامل عدداً من الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول. برنامج المشروع تضمن جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وبرنامج الإصلاح الهيكلي وأيضاً التنمية البشرية بالإضافة إلى تحسين أنشطة برنامج التكرير وبرنامج تحسين أداء الأنشطة الإنتاجية وبرنامج تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة. فضلاً عن برنامج دعم واتخاذ القرار. مشروع طموح أسمر عن توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية. فضلاً عن كونه أصبح مساهماً إيجابياً في إرادات الموازنة العامة للدولة. بالإضافة إلى مساهمته في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية. كما أن مشروع تطوير وتحديث البترول يضع القطاع على مصاري التميز والانطلاق والاستدامة. باعتباره مبادرة رائدة تعمل على استشراف المستقبل وتركز على تعزيز القدرات الإنتاجية والبشرية والتكنولوجية. حتى يتمكن القطاع وكوادره من أداء دورهم بفاعلية ومواكبة الرؤى الطموحة للاقتصاد المصري.